قد أكون مقرهاً على هذا القتال يعني أنا جندي تحت هذا الجيش النظامي أو كنت أنوي الهجرة ثم أخذت عنوة وأدخلت في قتال هل أكون هذا الإقراه يعني إعفاء لي عن المسؤولية؟ نعم هو الإقراه من سبق الكلام أن لا يحل لي أن أفتدي نفسي بمسلم آخر سأكون موجود لكن سأحاول أن لا أقاتل وكذا أنا مقره ثم إن الإقراه الذي يترتب عليه حكمه بأنه لا يآخذ به شرعاً لابد فيه من شروط أربعة الشرط الأول أن يكون إقراهاً فعلياً ليس إقراهاً متوهمة ثم الشرط الثاني أن يكون فورياً فورياً وإلا لو قال لك اشرب هذه الخمر وإلا سأقتلك غداً ما تشربها أما لو قال لك اشربها وإلا قتلتك الآن فهذا فوري والسلاح على رأسك نعم ثم الثالث أن يغلب على ظن المكره أن المكره قادر على أن يوقع ما يتهدد به يعني حالاً قطيت طفلك الصغير يقول لك أنا سأخنقك أو أنا كذا وهذا ليس إقراهاً لأنه ليس قادراً على أن ينفذ هذا التهديد ثم الرابع أن لا يكون المكره قادراً على النجاة ولو بالفرار ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر